السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم نستكمل الآن الجزء الثاني من محاضرات الكلينيكال ترايلز وأنواع الكلينيكال ترايلز إيش يعني إيجابيليتي كرايتيريا؟ يعني مين الناس اللي إحنا بنختاره وعنش يتخلف التجربة؟ طبعا أنا قاعدة في عيادة بيجيني مرضى كثير جداً التجربة حقتي تقول لازم ليجيني مريض يكون عنده البروتين يوريا عالي يكون عنده كذا يكون عنده كذا ففي كرايتيريا معينة تستوجب إني أنا أختار المرضى فأختار المرضى هذول حسب الإنكلوجين والإكسكلوجين كرايتيريا اللي يتحدد لي مين يدخل ومين يستبعد مثلا إكسكلوجي كرايتيريا تقول كل الحوامل ما يدخل خلاص استفد أنا عيادة يجون حوامل أستقبلهم معالجهم بس ما أقولهم عن دراسة ما أقولوا ما أدخلكم معي في دراسة وإسلان هذه إكسكلوجي مثلا يجوني مرضى فوق التسعين وأنا إكسكلوجين تقول عند سن خمسة وستين خلاص ما أخذهم معي في دراسة فهذا المقصود الوجيبليتي يعني الناس اللي أنا بقرر من البداية مين أخذهم بعدين بعد ما أخذهم أبدأ أسوي consenting لهم إذا وافقوا على الدراسة وما وافقوا وبعدين أنا أبدأ أسوي لهم concealment وأشوف إنه مين اللي بيدخل group A ومين بيدخل group B وإلى آخره good clinical practice هذا قلت لكم عنه في البداية اللي هو GCB هو عبارة basically the rules for the design, conduct performance, monitoring, auditing, recording, analyzes and reporting clinical trial يعلمكم كل شيء كيف how to design clinical trial كيف to conduct, كيف أداء حقها كيف تتراقبوها كيف تعدلوا عليها كل شيء كيف تتسجلوا النتائج فأنصحكم كلكم تروح على biofix وتسووا هي عادة دورة تكون حوالي ساعتين online يعطوكم أو شيء material تقرؤوها online بعدين دخلوكم على التست GCB provide assurance that data and results are based on sound scientific هذا يتأكد لما تسوي GCB لو تيجي تقولي أنا بدخل معاك في clinical trial وتقولي لي أنا I have GCB, I'm certified GCB الطب أنك فاهم على الأقل إيش أو إنك فاهم سوري أدروني إذا كنت تتكلم دائما بسيغة الأنت أو إنك فاهم إنه إيش قواعد أبسط قواعد clinical trial عارف إيش rules حقاتها عارف إيش أنواع the designs كل هذه الأشياء They are broad set of requirements standards and recommendations هي مثل ما قلنا متطلبات ومعايير ونصائح عشان تقدر تدخل في التجاوبة الكلينيكية The dependent variable قلنا إيش هو the dependent variable إنه هو المتغير التابع اللي هو يتبع المتغير المستقل إذا غيرت هذا المتغير المستقل هذا المتغير التابع بيتغير وإحنا دائما للأسف ما منتحكم في المتغير التابع إنه متغير نحكم دائما في المتغير المستقل يعني أنا أبغى أشوف هل كأس الحليب يؤدي إلى زيادة الوزن أنا أقدر أتحكم إني أشرب نص كاس ربع كاس أنا كباحث إني أشرب المرضى نص كاس ربع كاس بس ما أقدر أتحكم وزنه مزيد ومزيد فدائما الباحث له السيطرة على ال independent variable ال independent variable ما نسيطر عليه hypothesis هي الفرضية اللي إحنا نفترضها عساس نساء التجربة مثلا أنا مفترضة إنه الحليب على الريق قبل أي شي يزيد الوزن كويس ففي شي بسموه null hypothesis وفي شي بسموه alternative hypothesis إيش null hypothesis بسموه فرضية العدم إنه تقول إنه الحليب على الريق ما بزيد الوزن ال alternative hypothesis لا الحليب على الريق يزيد الوزن حنقول إيش الفرق بين الاثنين لما أنا أعطي المريض حليب ولاقي مع الأيام زاد الوزن معنات الفرضية حقتي اللي هي null اللي هي تقول إنه الحليب ما يزيد الوزن خطأ يعني we rejected نرفضها يعني طلع العقس إنه لا الحليب يزيد الوزن اللي هو طلع ال alternative hypothesis حنا نتكلم عنها إن شاء الله null hypothesis the statistical that one variable which treatment study participant was allocated to receive اللي هو إيش اللي هو المتغير المستقل اللي هو الحليب has no association with another variable اللي إحنا قاعدين نقول هذا معنى null نحنا نقول الحليب ما له علاقة بالother variable والزيادة الوزن كويس؟ اه اه Okay هناقاد يقولك whether or not study participant第 Or that two or more population distribution do not differ from one another هاد الفرضية يعني، هاد الفرضية تقول إنه الناس اللي تاخد مثلاً حليب ما هتفرق عن الناس اللي ما تاخد حليبğim مهتفرق عن الناس اللي ما تاخد حليب كلهم ما هتزيد الوزنهم هذا النال المثال ا المثال The null hypothesis states that the factor of interest اللي هو إحنا قاعدين نقول لحليب has no impact on the outcome ما له علاقة بالسمنة مثلا هذا هو بالضبط المال الهيبوكيس including psychology criteria ذكرناها اللي هي criteria اللي نحتاج اللي نحددها أساس ندخل مرضى في الدراسة نحدد عمر نحدد حالة مرضية والcriteria أساسها نستبعد مرضى من الدراسة institution review board دائما نسمع ال IRB وافقوا على البحث حقكم ولا ما وافقوا إذا ال IRB ما وافقوا على البحث ما تقدر تجري البحث فال IRB عبارة عن إيش مجموعة أو يعني هي مجموعة من الأطباء إحصائيين باحثين community participant and others عشان يتأكدوا إن clinical trial هذه ethically sound يعني إيش يعني ethically؟ يعني جميع حقوق المريض محفوظة وإنه ما في شيء في هذا البروتوكول حق الدولين تبغى تسويه موكي دي المريض أو مس سمعته أو مس صحته أو مس أي شيء خاصة المريض فلاسف هذي همهم فقط يتأكدوا من سلامة المداخلين في الأبحاث intent to treat analysis أو مسموها intention to treat analysis وفي شيء يسموه intention intention to harm analysis سوري intention to treat analysis غير هذكه number needed to treat number needed to harm أوكي intention to treat analysis إيش يعني analysis of clinical trial results that include all data from participants in the group to which they were randomized even if they never receive the treatment كيف يعني أنا إيش معنى intent نية النية حقتي لما بدأت الدراسة إني بسوي دراستي على مئة شخص بدأت الدراسة على مئة شخص لما جيت أسوي التحليل لقيتهم فقط 96 طب الأربعة هذول اللي راحوا خلاص أشطبهم لا يقول لك الأربعة هذول لازم تسوي عليهم التحليل الإحصائية كأنهم ما زالوا موجودين مو أنت نويت الدراسة عالمية إذن التحليل لازت تكون عالمية طب الأربعة هذول ما هم موجودين ما أدري عنهم فيقول لك extrapolate data يعني مثلا بدأوا في يستلموا معك حوالي شهر شهرين حسب النتائج موجودة كمل استنباطيا باقي الـ data وسوى الـ analysis دائما يفضل عشان يعطي الدراسة قوة لأنه intention to treat analysis تتسوى في الـ negative arm rather than the post of arm كيف يعني؟ يعني أنا مثلا الدواء حقي هذا يحسن الضغط فأجي الأربعة هذول اللي راحوا أفترض أنه هما ما تحسن معهم الضغط عشان ما تطلع ريزالف حقي أن الدواء هذا والله نتائج واو أقول بالرغم أنه intention to treat analysis we considered الـ 4 هذول in the negative response responding negatively للـ medication ريزالف حقي الدواء حقي طلعت واو معناته أنه I'm not biased بسبب أني زدت الأربعة هذول وفترضت أنهم مستجيبين لكن افرض أنا جيت وحسبت هذول أنهم مستجيبين والنتيجة حقتي طلعت يا دوبك على الحفة مثل ما يقوله وأقول الدواء حقي واو فيطلع يقول لك لا لأن intention to treat أنا لسا افترضو أنهم استجابوا طب ليه لا خلوهم مفترضوه ما استجيب له مفترضوه ما استجابوا طلعت دواء ما يباعوا افكت الرزاة حقه ما يساقنا في فذاتس why intention to treat analysis تعطيك مصدقية أكثر عن تحليل نتائج الدراسة احيانا الدراسة تكون ماشية بتمشي فترة طويلة طب أبقى أشوف لازم أسوي analysis كده في النص أشوف بالله الناس قاعدين يستجيب وقاعدين ينأدو إيش قاعد يصير لهم فيقول لك هذا أحيانا بيسووها يا إما قبل يعني في بعض الدراسات قد تستغرق سنة عشان تكمل عدد الناس قاعدين يدخلوا فيها أو تسجلوا في الدراسة بس أريدي أنت بدأت فتسوي analysis عشان تشوف إيش طبيعة الناس وكيف استجابتهم يعني analysis هي تحليل لنتائج الدراسة قبل أن تستكمل إما تستكمل العدد الناس اللي بيدخلوا فيها أو تستكمل نتائجها كاملة أحيانا نوقف الدراسات بسبب analysis تخوف تطلع فما نكمل الدراسة من دراسة حكتنا خمس سنين بعد سنة سواء analysis طلعت الريزولت ريزكي فنوقف الدراسة وطبعا لازم تحسب وقت معي اللي تسوو فيه analysis ويكون هذا الوقت محدد في البروتوكول والله في البروتوكول أنا قاعدة أقول أنه أنا بعد سنة من دراسة اللي تستغرق ثلث سنين حسو analysis لازم أحدد في البروتوكول حسب الريزك حسب البيشن يكون هذا يوافق أنه يكون هالوقت يمكن عدل وقت الاناليس احنا درسنا نيو دراسة سوينا عليه clinical trial ولا biological drug ولا whatever is using clinical investigation طيب نيو دراسة الحين أنا خلص صويت عليه clinical trial ونتاج حك تضرعت كويس وكل شي فأبغ أصوي له application وأوديها هيئة الغذاء الدواء أنا طبعا الشرك الصانع وديها هيئة الغذاء الدواء طبعا أخذها بعد ما أخذ بعد التجربة الكلينيكية حك ما تكتمل يتروح له هيئة الغذاء الدواء يقوم يقيم التجربة هذا وينتقدوها كويس يشوف إذا التجربة كويس أو تجارب ثانية أخرى معها عشان يعطوك الإذن إنه أنت تسوق الدواء هذا في السوق ولا لا فهذا ال-IND عادة نسويها عشان نسجل ميديكيشن فإن تغذاء الدواء نأخذ عليه عشان كسماح لتسويقه في السوق normal distribution أنا الحين أختار population معين فالpopulation عشان أختارهم لازم أجي لل normal distribution مو والله روح أدور على الناس اللي شاذين من الطرفين وأبوه أختار منهم هنقول ليش لازم اختارها إيش المقصود بالcontinuous data هناخذها إن شاء الله في المحاضرة العشرة إحنا عادة يهمنا توزيع الناس إنه يكون جميع الناس تنطبق عليهم جميع المواصفات ما يكون في تحيزية في إختيار الناس اللي حيدخلوا في التجربة طبعا نفترض إنه في عنا على شكل الـ وإنه الناس تتوزع حوالين المركز بالتساول مثلا خلينا نقول إنه إحنا عنا حقنا إنه يقول معظم الناس تصلي صلاة الظهر في وقتها جزء يعني كبير والناس صلي صلاة الظهر في وقتها في جزء إما يتعجل ويصليها وهو قاعد يأذن وفي جزء إما يأخرها إلى قبل ما يأذن العصر هذا كمان من الـ في نور من الناس كده وفي كمان من الـ حقنا ناس تجمع كل الصلوات الصباح تقوم من الصباح تقول لهم بصلي كل الصلوات وفي ناس تجمع كل الصلوات في الليل هذا برضو موجودين لما أجي أخطار ناس أشوف أعتقادهم الديني ما أجي أخطار فقط اللي يصلوا الصلاة وقتها لأ أجي أخطار ناس من الصلاة فوقتها ناس اللي تبكر واتأخر ناس من اللي تجمع ومبدل وتجمع ومتأخر عشان أكون أخذت كل الدستروبيوشن حكي كوني أجي أختار الناس بس يتأخر في الليل أنا ظلمت الدستروبيوشن حكي الـ population حكي أختار الناس اللي تصليهم الفجر ظلمت أختار الناس اللي تأخر لا أختار الناس فلازم عشان أكون عادل أختار الناس من جميع الأقسام نتكلم الآن على الـ population اللي حيكونوا عنا في أي دراسة أو التوزيع الطبيعي يسمون للسكان للمشاركين أو المساهمين في هذه الدراسة هذا ما يسمى بالـ اللي هو الشكل على هيئة الجرس جرس مقلوب عادة هو النقطة الصفر هي المعظم أو النقطة تعتبر المثلة في توزيع الـ سبجكتس اللي عنا نلاقي بعض السبجكتس يحيدون للناحية اليسرى والبعض للناحية اليمنى خلينا ناخد مثال نلاقي مثلا المفروض أن المعظم يصلي صلاة الظهر على وقتها فهنلاقي في ناس دوبك يصلي أول ما يؤذن أو حتى يمكن عند دخول الوقت الأذان سواء بدأ المؤذن بالأذان أو لا وتلاقي البعض يصلي بعد دخول الوقت بفترة قبل وقت العصر بقليل فهذا هو مغالب السكان كذا نيجي لمجموعة منهم نلاقيهم للأسف إما ما يصلي إلا كل الصلاة يجمعها مرة واحدة الصباح أو جزء يجمع مثل الصلاة كلها في آخر الليل وهذا نعتبرهم 13% من السكان إما إلى الناحية السلبية أو الناحية الإيجابية وما غير ذلك فاللي ما يصلي مثلا إلا الجمعة ولا نحو ذلك فهذا نلاقيهم عدد أقل من السكان فعادة المقصود في 34% إلى اليمين و34% إلى الإسار هو توزيع السكان حوالي نقطة الصفر أو توزيع المرضى حوالي نقطة الصفر وهما غالب الناس وتقريبا هما الغالب يكون حوله الشيء المتعارف عليه نيجي نلاقي طرفين شادات إما إلى اليمين أو من الإسار لكنه شدود ما زال ضمن المتعارف عليه مثل 13% هؤلاء و13% إلى الجهة الأخرى ونأتي بعد ذلك إلى الأكستريم أو يعتبروه الشدود الواضح أو المفرط وهو قلة موجودة among our population فهذه دائما تفيدنا في الدراسات لما تيجي تختار نوعية معينة من الناس الناس يتخلون في الدراسة فبتشوف أكثر الهبط وين طبيعتهم هل قديش تتوقع عندنا من الناس حيكون مثلا ملتزمين قديش هما الأقل الالتزام ثم الأقل فالأقل فهذا كمثال يعني أوف لابل يوز ما المقصود بأف لابل يوز أوف لابل يوز ادركت برسكرايب فور كونديشن أدر دان دوس أبروف بايدا اف دي اي مثلا اف دي اي أبروفت لبروزاك فور دي برشن في ناس يستخدموا البروزاك نايش نزل شهيتهم فصاروا يستخدموه عشان ينحفوا هل هيئة الغداء والدواء الأمريكية درست لبروزاك في التنحيف لا هل في تجارب تقول أجريت عليه تقلت أن ينحف لا فهذا يسموه أف لابل يوز لكن في تجارب أجريت عفوا أقصد هل في تجارب أجريت تقلت أن ينحف ورسلت لهاية الغداء والدواء احتمال يكون لكن هيئة الغداء والدواء لسه ما درستها ولا نقدتها أو يكون لسه ما وصلت لها فالأف لابل يوز هو الاستخدام الذي لم توافق عليه هيئة الغداء والدواء للعلاج لكنه في بعض الخبرات أو بعض التجارب أثبتت أنه له هذا التأثير فاستخدامه كأف لابل يوز شود بي دوكومنتد أوبن لابل ترايل إيش معناها؟ هي أكلينكة ترايل إن ويتش دوكتورز عم برتسبة نويتش دراج أو باكسين سنين يدمنستب طبعا عادة في الباشنط اللي يوجو للهوسبيتال أصايند فور أف لابل يوز ميديكيشن نخليهم واقع ورقة إنهم عارفين إنه ما عندهم اعتراض إنه تم إخبارهم بكل آثار الجانبية للدواء بكل الفوعد كل هذا الأشياء نقولهم إياها odds ratio شرحنا إيش هو odds ratio اللي هو ratio of the odds and the event group على odds في control group إذا كان odds ratio لما يجي نسوي ريشي نقسم اللي في event group على control group مثلا نقول خمسة على خمسة وطرع واحد معناته نفس التأثير في المجموعة اللي يجيه هو نفسه في الكنترول ما في فرق بينهم لكن لو طلع الـ odds ratio مثلا list line one فهذا يدل على إنه الـ intervention كان مور effective لو كان الـ odds ratio is very small فهللاقي الـ odds ratio is very similar الـ risk ratio الـ risk ratio الـ risk ratio دائما يلاقي بالكوهورت و الـ risk ratio يعني يختلف عن الـ odds ratio في إيش إنه الـ risk ratio حين عندك عشر أشخاص يشتغلوا في الـ x-ray سبعة منهم تعرضوا سوري ثلاثة منهم تعرضوا للإشعاع بأثر سلبي صار عندهم مثلا breast cancer فلو بغطلع الـ risk ratio ما أقول ثلاثة على عشرة أقول ثلاثة على سبعة هذا هو risk ratio لكن في الـ odds ratio بنقول لا ثلاثة على عشرة هذا الفرق بين اثنين عاد الـ risk ratio يستخدمون في الـ cohort studies one tail test إيش المقصود في الone tail test يعني لو تذكروا إحنا إيش قلنا قلنا قبل كذا اللي هي non-inferiority studies تقريبا هذي one sided ولا one tail زي نفس الشي hypothesis test in which the values for which we can reject the null hypothesis are located entirely in one tail يعني null hypothesis يقول إنه هذا الدواء زي الدواء الثاني لاثن alternative hypothesis يقول إنه هذا الدواء آآ يساوي الدواء الثاني في المفعول وأفضل منه في الآثار الجانبية يعني حطلنا نقطتين للتقييم فالtail الأول إنه يساوي في المفعول الثالث الثاني أفضل منه في التقييم هذا في هذه الحالة احنا جينا ما سوينا أفضل منه عفوا في الآثار الجانبية سوينا يكافؤ في التأثير الأول فلما لما قلنا يكافؤ في التأثير الأول طلع فعلا يكافؤ في التأثير الأول إذا نقوم رجكت النالة من جهة واحدة فقط لأن الثانية ما سوينا عشان كده نسميه ونتيل لما نتحقق من نقطة واحدة من فرضيات البحث ثم نتحقق النقطة الثانية ويكون عندنا أصلا في البداية نقطتين للبحث فنسميه ونتيل تسع كما تس play the outcome of the process تتذكروا ما قلنا cross-sectional conversion Two قاعدين يأخذوا العلاج. ثم يقسمين في رجعنا من أخذ هذا لليون غضًا ولك правда الـ brush period المجموعة تصنع طون الوقت تأخذ علاج بالتزامن مجموعة two أخذ علاج two أخذه التجربة المجموعة two أخذbó� ότι تأخذ علاج three to pay for heart هذا المقصود فيه وهذه عادة يعني تكون بنفس الوقت وأحسن يتفيد أحسن من ما تيجي تسوي الهيستوريكل مثلا تعطي المجموعة الأولى لاجهة تنتظر فترة وتعطي المجموعة نفس المجموعة العلاج ثاني هذا زي ما قلنا قد يكون فيه بايس بسبب تغير هذكالة تغير الصحة تغير كبر سن الشخص واي لآخر ماذا معنى بروتوكول اللي هي الخطة الدراسة التي على أساسها تستند لتجربة الكلينيكية كلها وتكون هذه البلان أو هذه الخطة متأكدين جدا فيها أنه حتجيب حتجاوب على فرضية البحث وأن المرضى حيكون يتعرضوا لكل الحماية الأخلاقية اللي قد تمسهم في البحث يحدد نوعية الناس التي شاركو في الترايل ماذا نسحب منهم العينات؟ ماذا الخطوات تمشي معهم؟ ايش الأدوان اللي يأخذوها؟ ايش الجرعات؟ قديش مدة الدراسة؟ كل هذا البروتوكول البروتوكول يعني مو مثلا احنا قلنا لهم البروتوكول يقول أنه يجب تناول العلاج حبه ثلاث مرات يوميا فنلاقي مو كل المشاركين في الدراسة حيتبعوا البروتوكول هذا اللاقي في ناس يأخذو حبه ثلاث مرات حبه مرتين حبه الاناليسيس فقط للناس المنتضمين عشان نشوف بالصبط تأثير العلاج كيف عليهم لأنه اللي هم وما هم منتضمين ما هم يعرف تعلقية العلاج أنه فيه جرعات تيس كبدد لكن برضو قل لك هذي قد يكون فيها بايس احتمال دول الناس ما انتضموا بسبب العلاج نفسه قاعد تسبب لهم حموضة قاعد تسبب لهم نعاس فما قدروا يأخذو ثلاث مرات أخذو مرة ومرتين فعشان كده لازم حتى لما تيجي تسوي بير بروتوكول اناليسيس تحط في بالك إنك قد تكون متحيز إنك طلعت العلاج بيرفكت وخدت الناس اللي ما تأثروا لأتفرس حق العلاج لكن هذريك الفئة أغفلتها بي فاليو إيش المقصود في بي فاليو بسميها بروبابيليتي أو اللي بسموها السيجنيفكنت فاليو البي فاليو إيش يعني مقصود في البي فاليو أبغاكم تفهموها كويس الحين أنا عندي مئة مريض جيتهم أعطيتهم العلاج المئة مريض هذري مفروض العلاج هذا مثلا يخفف الضغط المئة مريض مفروض هذري استجابتهم للعلاج كلهم يطيبوا من الدواء اللي أعطيتهم إياه لقيت مثلا خمس مرضى لا ما طابوا بسبب العلاج طابوا بسبب أي شي ثاني أو حتى أنه العلاج ما أثر فيهم التأثير اللي أنا أبغاه فهذا يدل أن فعالية العلاج حقتي خمسة وتسعين في خمسة وتسعين مريض لكن في خمسة بالمئة منهم ما تأثروا بالعلاج أو تأثرهم بالعلاج كان بسبب التشانس هذا يعتبر خطأ أنا مفروض علاجي طيب بالمئة هذول الخطأ في التجربة هذي إنه في خمسة ما طابوا من علاجي فعشان كذا عشان أعتبر عشان أعتبر علاجي فعال وسيغنيفكنت لازم ما يزيد عن خمسة بالمئة اللي يتأثروا بالشانس أو مسموح لي فقط خمسة بالمئة في التجربة فقط إنه ما يتأثروا بالعلاج فعشان كذا إذا زادت البي ذالي عن بوينت أو فايف برسنت نعتبر الريزولت إنسيغنيفيكنت إيش المقصود؟ يعني تخيل أنا جاي بعلاج ودافعة فلوس ومعرض المرضى لأدفرس أفكت وأخرتها ستين بالمئة من المرضى بس يتأثروا بالعلاجي وأربعين بالمئة قاعدين يتعافوا كذا لحالهم معتوا إيش فائدة علاجي؟ فلما تكون البي فاليو أكثر من خمسة في المئة معناته أشك في مفعالية العلاج حقي لذلك مسموح لي فقط خمسة بالمئة حتى الآن في بعض المطالبات تقول لا ارفعوها أكثر ليه؟ يقولك مثلا في طيران إيش لما يجي يسووا طيارة مسموح ما هو مسموح بالبي فاليو هذه إنها تكون خمسة بالمئة يعني كل مئة الطيارة مسموح خمسة منهم طيحوا لا يقولك بالبي فاليو إنها تكون بوينت أو 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 يقولك برضو صحة الإنسان برضو غالية فلنجتمحين كل خمسة كل مئة خمسة فيهم مثلا ما يتعرضوا للعلاج خمسة فيهم يكونوا عرضا أنهم يخفوا بشيء آخر فقاله عشان تثبت فعالية العلاج ارفعوا حتى البي فاليو يبغها تكون أكثر من يبغها تكون خمسة بالألف كل ألف خمسة منهم مسموح الخطأ فيهم هذا هو المقصود في البي فاليو طيب كل ما قلت البي فاليو كل ما كان أحسن يعني كل ما كان عندي مائة مريض واحد فيهم بس يعني ما تأثر بعلاج ومية تأثروا والبي فاليو بحفتي بوينت أو مين برسنت واو هذا كويس طبعا كل ما زادت عن بوينت فايف برسنت كل ما كان أسوأ بري كلينكل هي عادة الـ الـ اللي تتسوى في الدستو تيوب قبل ما نجيب يعني أي تجاربة كلينكية صويا الدستو تيوب او بالانيميز عادة عن شوان نشوف الميديكيشن من ناحية السيفتي هاد اكثر شيء تهمنا ونحص ايش الملكيو الحق وا الى اخره هي التجارب اللي يسووها عساس لمنع حدوث ديزيز معين في بوبيوليشن معينة زي التجارب تسوها على باكسينات على فيتامينز وا وا الى اخره تسوه لمنع حدوث ديزيز معين زي مثلا الى الا الفاكسين الذين بيعطوها نتقي بكوليران نتقي واتفور من الميديكيشن من الى الديزيزين او ايش المقصود فيها هي عبارة عن تجارب ان نكتشف فيها الطرق اللي احنا نساعد على تحسين جودة حياة مرضى معينين عندهم مرض مزمن مثل الباشنس اللي عندهم فايبرو مايلايجيا هذولا كأنهم يسمونه الروماتيزم العضري ما هو الروماتيزم المفاصل هذولي مساكين ما يقدروا يتحركوا ما يقدروا يتعبوا بسرعة من أي مجهود من شيء ففي دراسات أجريت بسموها lifestyle modification studies عشان يشوفوا كيف تأثير lifestyle modifications على الفايبرو مايلايجيا قد تقول لي هذي كيف تعتبرها دراسة كلينيكية إلا تعتبرها دراسة كلينيكية لأنك مو لازل دايما تعطي دواء أحيانا تعلم سلوب معين تعلم طريقة معينة أنت اللي دخلت تتنظمت حياته وقعدت تتعلمه يغير الhabit of living حقه فانيسموها quality of life trials single blind study قلناها هذي دما كان الطبيب هو اللي ما يدري عن العلاج أو المريض أي واحد منهم لما نقول statistically significant مثل ما قلنا لما تكون البي فاليو بوينت أو 5% أو أقل من كده فيكون هذا أنه أكيد بواسطة العلاج تم شفاع المرضى هذولا وليست بواسطة chance أو ما حصل أي خطأ عنا subgroup analysis ايش يعني subgroup analysis هي analysis in which intervention effect is evaluating and defined subset of participants غير الintream analysis ناخد كل المرضى ونحللهم قبل انتهاء وقت التجربة لكن subgroup analysis اللي هي ناخد مجموعة من المرضى ونحلل يعني النتائج حقتهم يا ما نحددهم بالsex أو بالage وwhatever وعادة يعني المشكلات بعض التجارب انها بيكون عددها قليل جدا على اساس اني أقسمها لمجموعة أقل وأروح عدد قصد المرضى فيها بيكون قليل جدا على اساس انها قد سهلها مجموعة أقل وسوى عليهم الاناليسيز Surrogate endpoint هذي مهمة جدا surrogate endpoint ايش مقصود فيها يعني الحين أنا لما بأشوف تأثير دواء هل هو يقلل stroke ولا لا كيف يعني هارف نهو يقلل stroke ولا لا يعني مريض عرضها لل stroke كيف عارف كيف حقيس stroke لازم فيه اشياء دلني انه stroke is not developing يعني ااجي ايس مثلا لبثوب رشار ااجي ايس لكلوتينج تندا سي يعني فيه اشياء مخبرية اقدر اقيسها فالسرغات endpoints هي الاشياء التي اقدر اقيس عشان كأنديكيتر على اشياء لا يمكن قياسها هذا هي المقصود في السرغات endpoints washout period مثل ما قلنا washout period لما جينا نقولنا cross sectional studies sorry مش cross sectional cross over studies كروس اوفر قلنا مثلا احنا جيبنا مرضى وعطيناهم درق اي ودرق بي بعدين حنقعدهم فترة شهر بدون مثلا درق اي ودرق بي عشان نتأكد ان كل تأثير درق اي راح من مجموعة اي وكل درق بي راح من مجموعة بي بعد ان نعكس نعطي هدولا درق نعطي مجموعة بي درق اي ونعطي مجموعة اي درق بي ونشوف الريزولتس فالواش اوت بيرت عشان ما يصير افرلابنج في الريزولتس النمبر نيدو تتريت إيش مقصود في النمبر نيدو تتريت يعني أنا كم مريض محتاج أتخسر وأعطيهم العلاج عشان يطيب منهم واحد كل ما قلني النمبر نيدو تتريت كل ما دل على كفاءة علاجي كويس كيف يعني في ناس تقولها بالعكس تقول كل ما زاد النمبر نيدو تتريت كل ما كان علاجي أحسن لا يعني مثلا أنا أحتاج أعطي أربع مرضى العلاج عشان طيب واحد أفضل من ما أعطي عشر مرضى علاج عشان طيب واحد في شي يسموه نمبر نيدو تتريت إيش يعني يعني أنا أحتاج أعالج أربع مرضى عشان يطلع لأدفرس افكت في واحد أسوأ من أعطي عشر مرضى عشان يطلع لأدفرس افكت في واحد فكل ما زاد النمبر نيدو تتريت كل ما كان أحسن يعني عشر مرضى يأخذوا العلاج حي يظهر الأثر الجانبي في واحد أفضل من ما أعطي أربع مرضى يظهر فيهم الأثر واحد جانب واحد. المهم احنا متكلم عن number needed to treat. احنا عرفنا كيف نحسب absolute risk reduction. عادة number needed to treat هو واحد على absolute risk reduction. absolute risk reduction مثل ما قلنا هو control event rate. ناقص experimental event rate. عنا هذا المثال. حنلاقي انه for example if your drug reduce risk of bad outcome from 50% الى 30%. ايش ال absolute risk reduction? هنقول 50% minus 30% هيعطيني 20%. او واحيانا بيكسموها مش هي 50% يعني 50 عالمية. بيكسموها 50 عالمية بتعطيك 0.5 نقص 0.3 اعطيك 0.2 اللي هي بالضبط 20%. فالنمبر هي دائما لازم تطلعها في صيغة كسر او رقم يعني عشري او رقم صحيح عشان تعرف تقسم. فلو قلنا one على point two طلعنا خمسة. ايش معناها؟ معناته كل خمس مرضى محتاجين نعطيهم العلاج عشان طيب منهم واحد. في طريقة ثانية مثلا يحسبوها انه هنا عنا 86% of people treated with drug A in treatment group and 82% people treated drug B in control group. هنا طرحوا experimental minus control عكس اللي فوق. فطلع A minus B ساوي اربعة. اكي؟ فطبعا ايش المقصود يعني هنا ما نقولك اربعة؟ يعني لما نيجي نقول واحد على الاربعة كم هيطلع؟ واحد على الاربعة هيطلع خمسة وعشرين. فايش معناته؟ معناته انك انت محتاج اتعاد اتعالج خمسة وعشرين شخص بالدرق A. عشان واحد بس طيب. عرفنا كيف؟ يعني تبغى تعرف تقارن بين علاجين. فالنمبر حقهم طلع فور معناته وان اوبر فور حيطلع خمسة وعشرين فمحتاج اعالج خمسة وعشرين شخص هذي خسارة كبيرة طبعا. اي دونت بريفير. لما يجي مريض لما يجي مندوب شركة يقولك الميديكيشن حقي كذا كذا الريلاتيف ريسك ريداكشن وهو الى اخره؟ اقوله معليش؟ كمل افسر ريسك ريداكشن نمبر نيدي تتريد. فاذا قالي نمبر نيدي تتريد سبين فايف اكسبت فلس يقولي والله مية يقولي يعني معليش ما ينفع. فأنا يعني محتاجة مثلا اعالج مئة شخص عشان يطيب اربعة منهم لان كل خمسة وعشرين بعالجهم بطيب واحد فمئة شخص عشان يطيب اربعة يعني هذا كثير جدا يعتبر